السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في عمل جديد من أعمال حفر إسلاميات على الخشب عمل حلقتنا لهذا اليوم هو حفر جزء من آية رقم داعش من سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا ورأت فرعون إذا قالت ربني لعندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين عندما دعت امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم بهذه الكلمات لما رأت الإعجاز من عصى موسى وغلبه للسحرة فأسلمت ولما ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأبت فشد رجليها ويديها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر أن تلقى عليها صخرة كبيرة فلما اقترب أجلها قالت ربني لعندك بيتا في الجنة فاستجاب الله تعالى لها تقبل الله أعمالكم ورزقكم بيتا في جناته أعزائي بالبداية أقوم باختيار لوحة الخشب المناسب للعمل ثم أقوم بلسق الورق عليه باستخدام مادة الغراء المستخدمة في النجارة أقوم بالبداية بتوزيحها على كامل سطح اللوح للتأكد من لسق جميع أجزاء الورقة ثم أقوم بتفريغها من الفقاعات الهواء أو الفراغات ثم أقوم بتثقيب العمل بثقوب في الأجزاء الداخلية تناسب حجم الشفرات المستخدمة فمثلا في الأجزاء الصغيرة سأستخدم الشفرة الشوكية مثل ما نلاحظ السبيرلس بليت مثل ما قلنا اللي هي تمتاز بوجود أسنان على جميع أطرافها ولا يحتاج لتدوير العمل أثناء قصه وأستخدمها لقطع وتفريغ الأجزاء الصغيرة لأنها لا تحتوي على ماسكات من الأعلى ومن الأسفل فلا تحتاج إلى ثقوب كبيرة بالبداية أقوم بتفريغ الأجزاء الدقيقة وبشكل خفيف وحذر لتجنب كسرها ومثل ما ذكرنا يجب تثبيت اللوح على منصة العمل لتجنب ارتداده وحركته الآن أقوم بحفر وقص وتفريغ الأجزاء الكبيرة باستخدام شفرة أكبر مجهزة بماسكات من الأعلى ومن الأسفل على شكل دبابيس كما ذكرت في خواص شفرات منشار التخرين هذه تحتاج إلى ثقوب أكبر فلذلك قمت باستخدام مثقاب أكبر لتثقيب الأجزاء الكبيرة حتى لمرور الماسكات من خلالها هذا النوع من الشفرات يجب معه تدوير اللوح لأنه يتحرك باتجاه واحد وهو أيضا على أحجام منه الكبيرة ومنها الصغيرة هنا الآن أنا أستخدم الحجم الصغير منها ولكن ذلك لا يمنع من تدوير العمل الآن أقوم بقص الأجزاء الخارجية من العمل باستخدام شفرة أكبر لأن القص بها يكون أسرع أيضا لكن مع الحذر والانتباه لعدم كسر أي جزء من أجزاء العمل ثم أقوم بتفريغ الأجزاء الإضافية الجانبية ثم أقوم بتنظيف العمل بورق الرمل الناعم اللي تخلص من الورق اللي تم لسقه وأيضا بحذر شديد لعدم كسر أي جزء أما قاعدة العمل فيمكن استخدام أي قطعة خشب زائدة دون الاهتمام لمساحتها أو قياسها أو شكلها فيمكن استخدام أي شكل أو أي نوع خشب لكن ببداية يجب تنظيفه وعمل ثقب لتثبيت العمل عليه وبإمكاننا صبغة أو طلاءة بأي مادة أنا دائما أقوم أو أغلب الأعمال أقوم بها بإضافة هذه اللمسة باستخدام النار ليعطاها لون حرق مميز ثم أقوم بتنظيف الزائد ومن ثم أقوم بلسق العمل على أهل القاعدة باستخدام مادة الغراء ليكون العمل بهذا الشكل أرجو أن قد نال إعجابكم وأشكر متابعتكم وتقبلوا تحياتي أخوكم محمد من أصبغة CNC ووركشوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر